ارتفعت نسب التلوث في مياه نهري دجلة والفرات بشكل كبير بسبب كمية النفايات التي تخلفها المدن الكبيرة القائمة على ضفاف النهرين فضلا عن مخلفات المصانع التي تستخدم مواد كيميائية سامة يتم طرحها في الأنهار من دون وجود رقابة حكومية وستعز محطات التنقية عن فلترة وتعقيم المياه وتقدر نسبة تلوث مياه الأنهار بتسعين بالمئة بسبب تصريف مياه الصرف الصحي فيها من دون معالجة ويؤكد خبراء البيئة أن مياه نهري دجلة والفرات وكذا مياه بحر النجف لا تصلح للاستخدام البشري ونسبة التلوث تجعلها خاطرة على الصحة وتزيد خطورتها في فصل الصيف في سبب ارتفاع درجات الحرارة التي تضاعف تبخر الماء وتركيز المواد السم ومن أجل الحصول على مياه صالحة للشرب بعيدا عن شبكات المياه الحكومية الملوثة التي يقول خبراء الصحة إنها غير آمنة للشرب وينبغي أن يقتصر استعمالها على التنظيف والاغتسال ينفق العراقيون ملايين الدولارات شهريا ويصل متوسط سعر عبوة المياه الصالحة للشرب ذات العشرة لترات إلى دولارين ونصف دولار ما يجعل أعدادا كبيرة من العراقيين الذين يعيشون أوضاعا اقتصادية متردية غير قادرين على تأمين المال للحصول على المياه النظيفة ويضطرون إلى جلب الماء من الآبار والأنهار والبرك والمسطحات المائية التي غالبا ما تكون ملوثة ويؤكد المراقبون أن مقر المؤسسات الحكومية ومنها المصانع والمستشفيات على رأس أسباب تلوث المياه نتيجة تصريف عوادمها في الأنهار وأن هذا الأمر لا يخفى على السلطات كما أن رمي النفايات من قبل المواطنين فاقم بشكل كبير تلوث المياه فضلا عن تأكل شبكات ومنشآت مياه الشرب القديمة نهيك أن غالبية ما تم تشيده حديثا تعطل بسبب تفشي الفساد الإداري والمالي وبحسب مختصين فإن تلوث المياه ساهم بشكل كبير في انتشار الكثير من الأمراض والأوبئة مثل الكوليرا والإسهال والتفؤيد والتهاب الكبد الفيروسي من دون أن يستبعدوا دورها في الإصابة ببعض الأمراض السرطانية